السلام عليكم اخوتي اخواتي كديري اللي بس عليكم اليوم عودتانية البنات مع الوصفة دي الرمدان اليوم غنشارك معاكم واحد الحشوة اللي غادين نديرها في نفس العاجين البنات غنعمر بيها البطبوط وهاد المملاحات هادو المهم كيما كتشوف عندي الحشوة هنا عندي الكفتة ديال الجاش ويدخيزوش ويدالقرعات المحقوكة وهنا القصبر مع الدنس والبصلة كذلك والربيع البنات اه عفوا الربيع القصبر مع الدنس ضروري وشوية ديال التومة غبرة اه شكين جبير شوية الخرقهم شوية البزار اه كلهم هادو وراني اضفتهم باش ما نطورش الفيديو عليا المهم وشوية الزيتة البنات كنحرك الكل كل كل طيب كل شي البنات كيما كتشوفوا يندامش كل شي وهنا يا البنات عندي شعرية الصينية وعندي يا البنات فيها اه الزيت والخضر طحنتهم بجوج هكا باش ما يخرجوش لي من الحشوة وخلطهم فوق ديك الحشوة هنا عندي البنات العاجين العاجين البنات ديرا فيها غير الملحة وشوية ديال الخل ملحة وخلال البنات وشوية ديال اسميتو الخميرة ديال الدار شوية ديال الخميرة ديال الدارها البنات شوية صافي هات الشي اللي كان او جوج ديال معرق ديال الزيت بلدية وهنا كنكورهم بعد ما خليتها ارتاحت وكنستعن غير بالزيت فقط هنا البنات غادي ندير اه هادو غادي ندخلهم الفران وغادي نعمر بنفس الحشوة وبنفس العاجين وبطبطاتها البنات يعني غادي نخرج منا جوج ديال الوصافات المهم كي جو وزالين ورائغين البنات غير جربوه وبلا ما تردو غير جربو راكم معارفين هادرون دار راها تبارك الله ما شاء الله فاشنا غادي نعجنوه هنا وهنا وهنا تلقلبوا على الحاجة اللي سهلة وكن بغو نشاركوها معكم كنتمني اعجبكم الفيديو مهم اراح ساهلة اه بالنسبة للخميرة اللي بنات ما تكتروش الخميرة اه خصوصا لي كيخليها اه اه اثميتو انا را غير عجنتها وطيب ديك الحشوة وبديت كنخدم فيهم تمنيت باش هادا كل شوية ديال الخميرة اللي غادي تخمر ليا غادي تخمر ليا ديك اللي غا نخشيف الفران غادي تخمر في الفران وبالنسبة للبطبوط راها ضروري غير كنديرو الحشوة وكن نقرص روسهم ونخليهم تمنيا كي يخمروا روسهم هناك هنا بدأ نعمرها البنات غادي نشكل معكم شي وحدينات ما يمكي جوا البنات غزالين والحشوة اراها موجودة في كل البيت يعني غير رازميتو اللي ما بغاش تدير الدجاج يعني صدر ديال الدجاج او الكفتة ديال الدجاج من الاحسن تطحنوها البنات ولا ترقوها مزيال اللي ما عندوش باش باش يطحنها المهم ارققها مزيال باش ما تخرش من هاد من هاد العاجين هادا كيبغي الحشوة تكون ليينة وتكون دايرة يعني ما تكونش بعجراء بالعجق المهم هنتو ما كتشوفو كان لويهم في حل في حل البريوات كان لويهم هلاش شكل في حل هكا كغير بشو يعليكم العاجين را كتقاد راس هالبنات انتم ما كتشوفو الصراحة كيجيو ولدادين وهشاشين صراحة يا البنات غير جربوهم ايه ما عارتش غنقول ما عارتش كنتو بين نقول ما يمكن شكور جميع البنات جميع الناس اللي كيدخلوا القانتيو كيحطوا اللايك وما كينشاوش شكرا لكم شكرا لكم بزاف 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 وخاتق لي للمشاهدة الحمد لله احنا كنشاركوا معاكم بلعط الله وهكا واللي فننشاركوا معاكم وصافي وخاتق تصور شوية صحيب باش تصور فرم دار راح صعيب راح ما تصور غير اللا ومولاتي وهاتش اللي كالموهم ما بغيتش ندير روتينات ديال ديال الكوزينة يعني بزاف بزاف صراحة وهكا التصور كتعطل في الكوزينة وراكم مخفى عليك دير الحريرة دير آآ بريوات دير مسيمنات دير هادي دير هادي دير هادي عرفتوها البنات راه الصراحة صحيب سوى اللي كيف اللي كينود مع الصباح وكيبدا يوجد في الفطور آآ على تساع وكيبقى دكش يبرد انا راح من ما الفرر طب لا البنات راح المغرب كيكون يودن وانا كان نصور لكم الحاجة يعني ما كان نطيبش اهكب كريه ونصور وكده وكده دكشي باش ما كان ديرش معكم الروتينات وزيدون اول حاجة وثاني حاجة آآ نقول لكم راجلي قال يام ما تصوريش طب لا كاملة آآ فروم دان وتحطيها هكواك صافي تصوري غلا سميت والله الى بعد الفيديو اتا نحطهم قاع ما كيشوفهم اصلا ما كيدوش اليوتيوب بزاف ما كيتفرش بزاف يعني في القناة وسميتهم ما كيدوش هو قاع ما معمرش راسو في هادشي والله يلا بوليت كان حط بعض المرات آآ الطابلو تصور غير في في طاك توك ولا في اسميتو ولا في آآ في آآ في اسميتو يا ربي والله فكرنا في الشهادة ولا في اللي شورت ما كان بغيش ما كان بغيش عرفتو كم تبديت تصوري هما كيفة تروتي كان تصوري راسعيبة وانا ما كان وجدش طب لا يعني علاتي ساع وكان بدن وكان بدن نصور ما يكونوش اللي عمليتي يكونو وقال سين البتائي فطرا وانا كان نصور فيهم امو كيبغيوش لاولادي ولا راجلي صافي ولي تركت فيت قلت حايد علي نبقى نحط على الوصفات اللي بنات هكا اللي باغي يشوف شي وصفة حسن من الاحسن خلي الروتينات من بعد ان شاء الله وهنا البنات رك نعمل في البطبوطات كيما كتشوفوا غادي نخليهم بغير فوق سطح العمل تاي خمروا يعني ركي يجيوا البنات اللي دادين وكيما كتشوفوا ارا الكيمية اللي ندير والله العادي ما البنات هنا ذات ربعة هنية وشاطو يعني تاي اكلوك الشيطة هاتشي ما 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 كنبغيش انا نكتر ذاك شي علاش كندير غير القياس اللي تناكلوا ذاك الوقت تانا شاطت شي حاجرك هتبقى السحور وسميتو شوفوات الخبيزة شاطت ليا غادي ندير الجاد لا لا مش هادي اللي شاطت ليا شاطت ليا واحدة وحيدة وندير الجاد القاقي ضحكوا وليا قالوا القادي لما نكتلهم الجاد من بعد نوريا لكم المهم كيما كتشوفوا هنا يا زتها دي هادي شاطت زتها تاهية باش نديرها كملت الحشوة كاملة المهم اه اشغل نقول لكم كيما كتلكو ما البنات را كندير غير القدر اللي تكال صافي ما كان نشيطش والله العادي من لي شاطتي لك اتوحي لي انا فراسي صافي كدقو لا شاطت الحاجة ما تتبقى فيك غادي تلوحيها ولش حاجة كتوحي الفراسي انا وكنا كلها من بعد من بعد ذاك النهار ولا تنتفكرها وصافي ولا في السحور ولا هما اصلا ولادي ما كيتسحروش غير كيشربو غلما ولا العاصير ولا ما كيبغوش ياكلو غير انا وراجلي لكن تسحرو ضروري من اتي لما شربتش انا اتي عاد الصحور فحلا خصاني شي حاجة المهم هاو مسالية هادوها البنات وغادي ندهنهم قدرت هنا غير الزيت شوية الزيت اه ارومية وصفر دي البيضاء صافي وغادي ندهن بيهم سطح اه غادي ندهن بيهم اه البرايوات ديالي ما تديوش علا كلامنا البنات ما تديوش راه رمضان هذا والله العظيم هتا تكون يديري بشي حاجة وتمونطي وتابعك واحد الحاجة غادي اتنودي تديريها والله الى كانت تن ما نكذبش عليكم راه كنت عارفو الناس اللي ما ديريش اليوتيوب كنت عارفو الاعداب ديال هات الشي والله اشان نقول لكم ما تخليوا التا واحد ما تدخلو عندو كل شي تدخلو عندو كل شي تحطو لي اللايك تقولو لي هال بوجور ديالك علاش حكرا ما تصور وما تقاد هكا في الديق وكل شي كيسين وديري التصوير وديري المونتاج وديري غايل اللي لا وقادة هات الشي اللي غادي نقول لكم هنا البنات الاختيار ديالكم حبيتوا تديروهم قبل ما يطيبوا قبل ما يطيبوا او حبيتوا خليهم تيطيبوا وديروا فوقهم غير شو يد الفرماج وشو يد البافو ولا شي حاجة ولا جنجل انتحال ولا اللي اعجبكم انا غادي ندير هكا جنجل البيض فوقهم قبل ما يطيبوا وغادي ندير فوقهم شو يد البافو ونحشيهم في الفرمان يكون سخون صافي هالشي اللي كينا البنات وغادي نطيب القريريسة ديالي غادي نخليهم طاي يخمر وخلي ثم البنات فوق سطح العامل تخمروا صافي وكن نخبزهم بالدقيق يعني ما غاديش نخبزهم بالزيت انا ما كان حمش نخبز اللي نسمى اذك البطبط بالزيت عزيز ايا خبزه عادي وطبيعي صافي هالشي اللي كينا البنات ساهلين وماهلين وضغيات كتواجدوهم الفطول اهنا را خجولية تمانية وشارطوا منهم الصراحة وهنايا كيما كتشوف وهنايا غادي نخبزهم كيما كتلكون بالدقيقرة هم خاملوا والبنات وما غا نبسطهمش بزاف تاني يعني الحشوة را فيهم الحشوة من الداخل بزاف صافي تنبسطهم غير شوية شوية وصافي وكن نبديهم المقلع سخونة وكنستمر على هادو البنات غادي ندير ثلاثة هكا في المقلع مقلع شوية كبيرة وهما صغير صغارين صافي وكن نصدقوا دايرين البنات جوجد الوصافات بنفس العاجين بنفس الحشوة وكيجيوا دايرين وصخوانين بلا ما نبقى نجنو هنا ونجنو هنا ونفكروا ما نديرو الصراحة هانتم ما كتشوفوا البنات كيفاش كيجيوا صغير ورين وقدر كينت الوقت وخال بنات را ما كان دركوش الوقت الصراحة خصوصا اللي عندها التربية وسميتو رب الزاب بحوي لما كانوش درالي اللي شدو اللباء صافي كانو حل وهنا كما كتشوفوا الشكل ديالهما البنات را قريب يودن هنا في هذا الوقت هذا كنصور لكم را قريب يودن وهنا المخيبزات المخيمرات ديالي وها القراري ريسة ديالجاد شوكي جاد را قلت خلي اغني ورية المشاهدات ديالي مخيبزة ديالجاد الخبيزة ديالجاد مهم هنا كنوريكم راه ودن وكنوريكم هكا اسميتو الحوشو كيفاش ديرا وصلنا النهاية الفيديو الى فيديو قادم ان شاء الله بصحة ورحمة